هنا في الأستوديو سيد عزدين عليوي دكتور في الرياضة والتغذية أهلا بك مرحبا بكم ومرحبا لكل المشاهدين الكرام أهلا بك إذن الأكيد أنه شهر رمضان يثير لدى الجزائرين رغبة في ممارسة الرياضة منهم من يختار تنضية الوقت بالرياضة ومنهم من يربطها بالمحافظة على اللايقة البدنية أولا لازم نفهمه قبل كل شيء المغزة تع شهر رمضان أولا لعلش جاء شهر رمضان شهر رمضان رب العالمين يعطينا شهر رمضان يعطيناك عطلة سنوية يعني من جانب الروحي ومن جانب الجسدي يعني باش الإنسان يستدرك روحه من جانب الروحي ويستدرك من جانب الجسدي نحن رح نتكلمه من جانب الصحي ومن جانب الجسدي من جانب الجسدي باش نسترد تقولي أنه كي يكونوا في حالة سيام كي التهام ذاتي الخلايا خاصة الخلايا الظارة كما الخلايا السرطانية الآن نحن بالتقاليد نتعنا أو اللي نعيشوها في المجتمع كي يجي شهد رمضان هنا اللي نزيده نهارده كتر الصحة دينا الإنسان يولي يأكل كتر موشمك المقبل في الأيام العادية والإنسان يولي يسيدون تير قليل حركة أكثر من العادة إلى غير ذلك يعني ما استفدناش من المغزى الحقيقي تعصيا لما نتكلم الآن على الرياضة الرياضة في شهر رمضان حاجة عادية جدا يعني نقدر نمرس الرياضة في شهر رمضان وإنما بحسب الأهداف اللي تتعلق بالرياضة هذه لأن الكثير كما تفضلت يخليوا حتى وين شهر رمضان ويحبوا يبدأوا الرياضة وهنا هو الإشكال أنت يكون يعني ما يديرش الرياضة والحق في حال تخمول كي يجي رمضان يحاول أنه يغير من نمط الغذائية حجم ليح على كل حد وإنما نجم يوافقها بطريقة صحيحة طيب ولكن كما ذكرت أنه هناك من يختار أنه يبدأ الرياضة في رمضان هو يظن أنه هي من أجل تنضيئة الوقت أو من أجل ربما المحافظة على الصحة باعتبار أنه أغنية الجزائريين في هذه الأيام تكون مليئة باللحوم مليئة بالبروتينات هو يستغل فرصة ممارسة الرياضة يعني كيف يمكن أنه ننصح الجزائري بأنه ممارسة الرياضة عندها قواعد وعندها شروط يجب أن تتوفر في الشخص يرغب في ممارسة الرياضة وهناك فئات عمرية يجب أن تراعيها ذلك أولا ممارسة الرياضة مسموحة للجميع بغض النظر على الناس اللي عندهم مشاكل صحية لازم لهم استشارات طبية على حساب الطبيب المعالج أما الرياضة بصفة عمال لأنه كلمة الرياضة كاميرا شاملة لا يستطيع أن ندخيله أن الرياضة هي قفز وعبارة عن جهد عضلي وجهد بدني كبير لأنه نقول في الغالب الرياضة مع أنها ستعبوا بزاف ورح نجري بزاف إلى غير ذلك الرياضة قدروا نمارسوها كلهم على حسب الهدف استطاعته نعم نعم الإنسان ولو يعني يقوم بحركة قليلة وإن كان الحاجة يعني ما ناخدوهاش بعين اعتبار عشر دقائق تعتبر الرياضة نعم الآن كل واحد في شهر رمضان والهدف نديره إذا كان عنده يعني مستوى رياضي من قبل شهر رمضان هنا يقدر يكمل في المستوى نتاعه بطريقة عادية يخفض يعني بالرياضة يخفض من الرتم نعم وإنما يكمل في مستويات رح نتلقى جزء ما لهذا الموضع في هذه الحصة نعم لونك يكمل في المستوى الرياضي بطبيعة عادية جدا نعم الآن إذا كان إنسان ما بداش الرياضة قبل رمضان هنا لازم يدير حسابه كيفاش يبدأ رياضات مرخفة في هذا بطريقة بأسلوب يعني يعني ممنهج نعم يكون ميتودولوجي وهذا عليه يستشير أيضا خصائيا في الرياضة في هذا المجال نعم طيب الأكيد أن ممارسة الرياضة أثناء الصيام تحتاج إلى تغذية متوازنة من أجل استرجاع كل ما فقده من طاقة ومن سكرية وغيره نحن نعرف أن تركيبة غذاء الجزائرين في رمضان هي متشعبة ومعقدة وما توافقش ربما مع جسم الرياضي وش نقدر نقول نعم من بين العادات تعنا في شهر رمضان أن الطاولة الجزائرية تكون معمرة بزاف وتكون يعني بأطباق عديدة وهذا شيء من هذا المنبر حبينا نوجه رسالة نعود أن تفكروا أنه شهر رمضان كما قلت في سبق الحصة قلت بلا إجابة بشيغير المصار تعالى الأجسام تعالى الأحسن معناتها الإنسان اللي كان يأكل بزاف يولي ما يأكلش بزاف يحس بفائدة الصيام الجون هادا يحسوا يعني حقيقة بغض النظر عن الوازع الديني وكان مثلا نحيه الجانب الديني الصيام حد ذاته عبارة عن صبر وعبارة عن صحة يعني قدروا نديروا الصيام من غير رمضان كان طرق أخرى للصيام يديروها حتى غير من غير المسلمين الآن المغزى الحقيقي تعالى الصيام لازم نستفاده منه الطاولة الجزائرية مع مرة بزاف وهذا الشيء اللي يشكل خطر كبير خاصة على مستوى الكبد لأنه يعني الأورغان هذا الكبد هذا الكبد يخزن سكرياته في مرحلة الليل السيبرتروفي يقوم بتضخم يكبر لأنه يديرو ديتوكسيفيكاسيو يعني تقيم تنقية السموم إلى غير ذلك الآن كنتوان نتناولوا هذه المأكولات خاصة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات والدهون راح نقوم بعملة إجهاد للكبد ولما يجهد هذا الكبد هنا يبدأ المشكل لأنه هذا العضو الكبير هذا معندوش لترمينيزون نيرفوز معنطا الإنسان ما يقدرش يوجع الكبد ديالو معنطيكش يعني أعراض وهذا الشيء يخليك أنك تشكل أمراض على يعني اسميه دي مالادي كومبورتمنطال معنطا أمراض اللي يجيو من خلال الكمبورتمنط سلوك نعم خاصة شباب من ليصهروا يعني أطوال الليل ويكونوا مجهدين بدنيا ويعانوا متعب ويمارس الرياضة هل هذا في خطر على صحة الشخص أم يعني يعني الرقاد ولا نسميه السومي الريباراتور الهام جدا لإعادة البنية الجسمية للإنسان هذه بصفة عامة أما للرياضي يعني نزيده بلوس عند الإنسان يمارس الرياضة وميديرش أن السومي الريباراتور ولا رجنيراتور يعني يعني نوم صحي استرجاعي هنا رح يقوم يعني يزيد يهلك الصحة ديالولي لأنه علاش التمرين الرياضي هو ذو جهد خاصة إذا كن نقوم تمارين ذو شدة عالية نحن في كونان تنسيتي وما كانش الرقاد في شهر رمضان وكين الناس يرقضوا حتى الفجر هنا رح يعني وليومي يجيب البيان في وليومي يجيب الأمور الملاح من الرياضة رح يزيد الطين بلا طيب بالنسبة لتوقيت ممارسة الرياضة هل أصح أنه يكون قبل الفطور يعني قبل الإفطار أو بعد الإفطار أو في الصباح ما هي أهم وأفضل الأوقات لممارسة الرياضة بالنسبة لتوقيت ممارسة الرياضة هل Internation بحسب بحسب المستوى تعرياضي نبدأ بالمستوى مثلا المستوى العالي الإنسان لمولفين يدير الرياضة ومثلا الناس يديرization ولا أي كان النوع التمرين ولا الفيتناس ولا أي كان إذا كان مولفين يدير الرياضة إذا كان يحب يدير الصباح يقدر يدير الصباح فإذا كان عنده مستوى رياضي وإنما يتغير الهدف الحصة في الصباح مثلا نقدرون ندروا تسكي ستريتشين كل ما يتعلق بالتمديدات الاسترخاءات اليوغا البيلات إلى غير ذلك الناس اللي يعرفوا الفيتناسهم يعرفوا ويقوموا بالتمارين اللي ما يتطلبش يعني جهود بداني كبير يعني الإنسان يخرج المبزف أما بعد الأذان يقدر هنا يروح الأكتيفيت كاردياك جوزت أفن الأذان يعني مثلا الجري ولا الفيتناس إلى غير ذلك يقدر لأنه جوزت بعد الأذان رح يقوم بعملية التمييه هذه لكي يشرب الماء ويقدر يقوم بعد الإفطار قبل الإفطار بتمارين تقوية وإنما يكون تقوية خفيفة يعني الأوزان يكونوا خفاف أما ننصح الإنسان اللي يحبي ديرون سيونس دو ميشكولاسيو أنتونسيك سيتير يديرها بعد الأفطار هذا بالنسبة للمستوى الرياضي أما الإنسان اللي ماشي مول في دير رياضة يديرها بطريقة يعني غير منتظمة ننصحه يدير قبل الإفطار المرحلة الصباحية لأنه هنا رح يدخل في مرحلة ينشف ويشكل خطر على خاصة الجهاز القلبي طيب هناك أربما سلوك غير سوية يستعمله الكثير من الرياضيين ممن يتعطون كمية كبيرة من المياه بمجرد أدان صلاة المغرب وكمية من المياه ربما قد تكون باردة في بعض الأحيان هل هذا السلوك ربما صحي بالنسبة لشخص أم؟ شرب المياه يفضل أنه يكون بطريقة متقطعة ما يكونش بطريقة كبيرة يعني آنية ومفاجئة ومفاجئة للمعدة لغير ذلك الإنسان مليح يشرب من الفطور من الأذن حتى للصحور بطريقة متقطعة وهنا نعرج على هذا الماء بمعدل؟ بمعدل حتى 2-3 لتر لأنه بحسب أيضا النشاط البدني اللي مارسوا ثانيك للإنسان إذا كان إنسان يعني مارس نشاط بدنيك يقدر يشرب يعني حتى شرب الماء هو هام جدا كي الناس ينساور وحتيهم باش يشربوا الماء وهذا الدزيدراتاتيون تشكل خطر خاصة على القلب نانك الإنسان ننصح للناس اللي شادوا فينا أنه يشربوا الماء بكمية متقطعة الأهم أنه يشرب حتى 2 لتر كل واحدهم للمستوى ندعوه وإنما بطريقة متقطعة طيب هناك نقطة أخرى هي إقبال كبار السن على ممارسة رياضة قبل الإفطار يعني بساعة أو ساعتين هل هذا أمر صحي أم يعني هو متروك لقدرة الشخص البدنية الآن لما تكلموا على كبار السن كبار السن كريمة عامة يعني يقدر يكون كبار السن وفي صحة جيدة ما شاء الله عليه الكبار السن في الأغلب في الحالة التي تغلب هو الإنسان الذي يعاني من بعض الأمراض هنا أول نصيحة له أنه يستشير الطبيب المعالج لأنه بحسب المرض دياله هل يسمح له أنه يقوم بهذا النشاط البدني ولا لا هذا أولا إذا يسمح له الطبيب المعالج يمكن أنه يقوم بممارسة رياضة قبل الإفطار كما قلنا من قبل قليل يقوم بممارسة رياضة قبل الإفطار وإنما بطريقة خفيفة لا يجب أن الإنسان يجهد روحه بزاف في هذه المرحلة لأنه لا يكون في مستويات طاقوية عالية الآن يقوم بطريقة خفيفة ويحسب المستوى دياله كبير السن حبيت نعطي ملاحظة ونعطي معلومات جزئية هامة جدا لأنه عندنا بعض الأخطاء الشائعة أنه الإنسان كي كبر في السن يبدأ من 60 سنة إلى 70 سنة إلى الفوق يبدأ ينقص من البروتينات وما يأكلش اللحوم إلى غير ذلك ظننا منه أنه هنا يحافظ على صحته وهذا هو الخطأ الشائع لأنه لازم نعرفه بالابتداء من 60 سنة إلى الفوق كان لازم نقذ العملات كان الجهازة على خفيفة ينقص من البروتينات لكن لا يبني الجسم لأن البروتينات هي المادة الوحيدة المستطيع أن نخزنها نخزن السكريات وندهون لا يجب أن نخزن البروتينات لأنه سنصد البروتينات سنستعمله في الجسم وباقي يذهب العضو الوحيد اللي ينتص هذه البروتينة دولة التوب ديجستيف تلقى مثلا الإنسان ميت نسنا ويدر سطولات نرمال عادية ما فيش أي إشكال لأن رب العالمين خلقناها كده باش بور ان فيه بور ان سير فيه هذا البروسوس هذا هذا السيكسترات سبونك نكادي وشي سرى هذا التوب ديجستيف يحتفظ بعشرين بالمئة في الحالة العادية في الشباب للحاجية تتعو ابتداء مستيسنا هذا التوب ديجستيف يمتص خمسين بالمئة من البروتينة يعني ترتفع القدولة ترتفع الامتصاص بالعكس الانسان مستين بالمئة للفوق سيكون بحاجة أكبر للبروتينة أكثر من الشاب لأن الشاب يمتص عشرين بالمئة الشيخ الكبير لأن الخلايا تموت بالتالي تحتاج إلى تجديد يعني التوب ديجستيف رح يمتص أكثر من البروتينات لكي يحافظ على التواجد لأن البروتينات هي البنية تاع الجسم لذا كوش يدير ابتداء مستيسنا الفوق يمتص خمسين بالمئة يعني تدجا الكمية اللي رح تنولها الكبير من البروتينات رح تكون قليلة لأنه خمسين بالمئة تروح في التوب ديجستيف تعو كامتصاص الآن لما الإنسان الكبير بالمئة هذو الأخطاء الشعائي يزيد ينقص في مستوى البروتينات رح يتاح في السكونات اللي زادت خوفين مسكولار تلقى مثلا شيخ كبير رايب ما يقدرش يوقف مع وجه ما يقدرش يمشي إلى غير ذلك هذا الضعف عضلي بسبب ألبما الضعف تعضي بأسير ضعف تعضي ضعف عضلي لشكله أخطار أخرى جانبية أخرى نعم وهذا الشيء اللي يخليه تانيك بطابع سينتانيك نعرف أنه من مستوى الفم يعني ما كانش نقص في الأسنان وما يتكونش مضغ مليح إلى غير ذلك برسن نعم يحوسوا تسكيمو يحوسوا كل ما هو رطم حاجة طريقة يعني خاصة كما الأمور كما النشويات كما المقارونة كما السباقيت يهربوا لهذه الأمور نعم لذلك هو تسكيمو وشنه هو سكر سكر غير صحي سكر غير صحي كشورك تأكل السكر الأبيض كيف كيف نعم نعم نجد الآن ينقص من البروتينات رح يتعى المشكلة لذلك تكلمنا عليه ويزيد يأكل كل ما هو نشويات رح يزيد من مستويات السكر في الدم طيب دكتور هناك نقطة أخرى هل على الإنسان المسن يعني كبير السن لمارس رياضة وغيره يعني لمارس رياضة هل عليه أن يتوجه نحو مختص من أجل أنه يعطي له غداء متوازن خاصة في هذا العمر المتقدم الآن الحمد لله كانت إمكانيات الغداء بحسب طبيعة الجسم ننصح الناس لديهم خاصة المشاكل الصحية أولا يستشيروا الطبيب دي لهم المعالج لأنه هو الأول اللي يعرف الحالة تعوه ويستشيروا أخصائيا في التغذية باش يحاولوا أنهم يتقربوا منهم ويعطي لهم برنامج خاص بالجسم دي لهم طيب آخر النقطة يعني بالنسبة ما هي نصائحك بالنسبة للرياضي في شهر رمضان يعني سواء اللي حيبدأ لأول مرة أو اللي معتاد على ممارسة الرياضة شهر رمضان خاصة في الجانب الغدائي في الجانب الغدائي شهر رمضان كما قلنا فرصة أعطاهنا رب العالمين باش نصحوا من الأخطاء الشائعة لازم نفهم بليه في خلال يوم الأعضاء الحيوية لازم راحة تامة الآن الإنسان لازم يكون شوي عاقل ويتفكر هل أنه يعني كنا نحاول الديجوني نحاول الفطور ندخلوها معروحة نحن ناخده لبتدي جوني براتيك مو مع الفجر فطور الصباح نعم هل يعني كن نزع الفطور هذا وجبة الغداء يستدعي أنه ناكل هذا الكمية الكثيرة من الغداء من أجل استرجاع من استرجاع هذا الفطور يعني دفوا من غير رمضان الإنسان ينسى يفطر نعم هل ممكن يفطر حتى الربعة تلعشية الربعة تلعشية الإنسان هل تنسى تفطر من غير رمضان تأكل هذا الكمية تأكل هذا الكمية تأكل الحلوية تعليش كي الناس يأكلوا من الأذان تعال الفطور حتى الصحور هو يأكل وهذا الشيء غير صحي تماما لك الإنسان يحاول أنه يوازن الجسم يوازن الغذاء يأكل بحسب الحاجة لأنه كل ما تزيد تأكل خاصة السكريات كل ما يكون إفراز لمستويات الأنسلين كيف يفرز مستويات الأنسلين مستوي الأنسلين سيزيد يعطي لك يعني الرغبة في الأكل في السكريات طريقة عجيبة عن تلك اليوم السكريات غدوة ستطلق الجسم تستدعي أنه تأكل السكريات ويطيح في هذه الحلقة المفرغة هذه وكل ما تزيد في أكل السكريات وتزيد الأكل الكبير هنا ستطيح في مشاكل صحية كبيرة بزاف ويعني من الأسف أنه الناس يطيحوا في مشاكل صحية في شهر رمضان وإنه ما مشهر رمضان جابا شيء يسرحنا يعطينا راحة على الجسم إنسان لازم رمضان ما زالنا فيه الإنسان يحاول أنه يسترجع روحه لكان يأكل بزاف يحاول يقلل وما يأكلش الأمور غير صحية ويحاول يتفادم شيء ينقص من السكريات ما كانش سكريات في شهر رمضان أخطاء شائعات كبيرة السكريات خاصة في الليل من الممنوعات ومن المحظورات راح تهلك جسمك الآن الواحد يأخذ تحدي مع روحه رمضان ما زاله يحاول يجهد نفسه يحاول يستشعر المعنى الحقيقي تاع الصيام ويحاول أنه يقوم بهذا المجهود راح يفوت من مرحلة من ثلاثة إلى أربع أيام يحسره شوية بيرتوربي يحسره شوية عيان يحسره لأنه نقص هذه السكريات وإنما مميزه مش يفشل يفوت هذه المرحلة الجسم تاعه وخلاص راح يتأقلم ورح يأخذ خاصة من كمية الدهون اللي متواجدة فيه طيب هناك نقطة أخرى بالنسبة لغداء الجزائري في رمضان يعني خاصة بالنسبة الرياضي يعني يمارس الرياضة بعدها يأكل شربة يأكل أمور لخارج ربما احتياجاته الجسمية هل يمكن أنه يكيف غداءه مع ممارسة الرياضة والله يشوف لما تكلمه كي تقول رياضي أنا بور موار رياضي يعرف فيها كل لأنه إذا كان صح رياضي نعم عنده برنامج غداء عنده برنامج غداء إذا كان هذا رياضي نعم إذا كان يعني هاوي من ذاك يمارس نشاط بدني نسميه نشاط بدني هكذا هنا نعطي له نصيحة أنه إذا حبي يشوف يعني أهمية عن نشاط البدني مع أنت الفائدة عن نشاط الدراء إنسان يتعب يروح لله الصال ويخدم لازم يوازن الغذاء إذا الآن قمت بنشاط بدني كبير وتجهد روحك وتعيا من بعد كما رك تقول تضرب شربة وبوراك وتضرب وتتناول أي شيء وسكرية هنا يعني ما رحش تخلق هذه الفائدة العجيبة من الصيام ومن النشاط البدني ديالك يعني في الآخر كلمة باختصار يعني وش تقدر توجه نصيحة للجزائريين سواء رياضيين أو غير الرياضيين نصيحة اللي نوجهها أنه شهر رمضان ما زالوا الإنسان يحاول أنه ياخذ تحدي يغير من المصار للجسم نحاول أنك تجرب أنه تعيش الحياة الصحية أي الحاجة اللي رح تصر لك الحاجة مليحة للجسم الإنسان لا يجب أن يهاب الحياة الصحية وإنما يجب أن يهاب الحياة اللي يرانا فيها الآن العشوائية من جنب غدايا أو من جنب البدني طيب سيد عزدين عليوي دكتور في الرياضة والتغذية شكرا لك على كل مقدمة خلاله هذا النقاش شكرا لك